أتعبت في تربيتي خلوقي وأدابي وكذا راحاتي نوعتني دربي نحبك يا أمي ونحبك يا أبي حبكم يجري في دمي مرحبا بكم في عدد جديد ما حستكم أولادنا تحت جنحنا هذه الحصة هذه من خلالها مع أخي الصعيين نحاولوا نتكلموا ونعطوكم بعض النصائح وهي حصة تحسيسية محضة كلنا عدنا مسؤولية في تربية ولدنا ولكن نتجدلوا أطراف الحديث لما نتكلموا ويكون تجاوب في الحديث وكامل نقدروا نخرجوا بنتجاه باش نربي ولدنا بالطريقة السليمة اليوم عندنا موضوع مهم زرع الوطنية وثوابت الأمة في ولدنا كل أمة عندها ثوابت متاحة هذه الثوابت هذه ما تتغيرش هي العالم الناشد الوطني الوطن اللي ما يجزأش كلنا نحبوا بلدنا وماذا بنا اليوم نتكلموا مع أخي الصعيين كيفاش نزرعوا في ولدنا هاد روح الوطنية كيفاش يحبوا بلدهم كيفاش يدفعوا على بلدهم كيفاش ما هم الأشياء اللي تخليك لما تكلموا على بلدك لحماك يتشوك هكذا وتحب بلدك إذن راح يرفقني اليوم الأستاذ لابري نوردين مرحبا بك 39 سنة في سلك التعليم مرحبا بك أستاذ مرحبا بك شكرا مبارك الله فيك شكرا تفضل أستاذ كذلك أستاذة حاليش عمينة تعودنا عليها أخي الصعية اجتماعية في شؤون الأسرة والطفل مرحبا بك أستاذة مرحبا بك شرفتنا شرفتنا شكرا تفضلي أستاذة تفضلي معنا كذلك تجربة حية اليوم حبينا نتكلموا مع مواطن سيد معنا بيرا موالي اللي حيكلمنا على الوطنية كذلك مرحبا بك مرحبا بك شرفتنا شرفتنا تفضل 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 إذا تفضلك تفضل وفي كل حصة نستاذفو طفل ولا طفلة يدين لواجبات المدرسة كنتعو في هذا المكتب الجميل اللي حضرناه له معنا اليوم محمد هشام أروح وليدي تفضل وشترك وليدي لباس مرحبا بك وشترك هشام محمد ولا هشام محمد هشام محمد ولا هشام 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 الله يبارك ماذا عمرك هشام عمل 11 سنة 11 سنة وشم سنة تدرس سنة أولا متوسط الله يبارك ماذا عاجبت المعدل 16.1 أبارك 16.1 أبارك الله يبارك الله يبارك يا أطفال كامل تكونوا متفوقين هكذا قول لي هشام في الواجبات المدرسية لتعك كيفش منظم وقتك تقرأ وحدك ولا حتى يقول لك رح تقرأ كيفش نظم وقتي وقت لللاعب وقت للراحة ووقت للدراسة جميل ويرقبوك والديك كيف تدر الواجبات يشوفوه ش درت وش ما درت ش يرقبوك وينصحوني آه ينصحوك وتاخد لهم الرأي برافو شاطر شاطر إذا نتفضل هشام ديل واجبات المدرسية لتعك في هدف الواجبات المدرسية لتعك باش تنجحوك مرحبا بكم مرحبا بكم في عدد جديد حستكم وحستنا وحستهم كذلك ولدنا تحت جنحنا لمن خلالها دائما نحس بوحد الراحة علش لأنني المشاهدين لازم يشوفوني كمواطن قبل أي شي لأني مانيش هنا للاستناع بعض الحركات ولانا مدبية يشوفوني كجزائري بسيط مواطن كما هما ونتبادلوا أطراف الحديث وكامل باش ولدنا يتربوا بأحسن طريقة وبأحسن بطريقة سليمة خاصة كان موضوع مهم بساف الناس بالمرات هناك خلط خلط بين الوطنية والثوابت يعني الباتريوتيزم يعني بلادي أرضي وتاريخي وانتمائي هويتي وكامل مع شيء آخر اللي هو السياسة وكامل أنا نقول بلي هذه أشياء أخرى تتغير ولكن ثوابت الأمة عمرها ما تتغير يعني السياسة والأحزاب والبرلمان وكذا هاد العام مروا واحد غدو يجي وحد أخر غدو يجي ولكن العالم ما يتغيرش بلادي ما تتغيرش وطني لا يوجزأ الهوية ينتعي ما تتغيرش انتمائي ما يتغيرش لغتي عقيدتي يعني أشياء اللي حبينا ولدنا يكبروا عليها ويفرقوا لازم يعرفوا هذا لي هذا ليك يعني والأمم شفنا الأمم كيف اشتح بلادها شفنا حتى الجزائر حين تكلموا على عدة أنا شفتها في أم ذرمان مثلا وين شفنا بالجزائري كله طار طار يعني بلاده تقصد يعني تشوف عطونا الدرس في الوطنية يعني تشوف الناس كيفاش كيفاش عبروا على الوطنية تحام يعني شيء شيء خالق للعادة وحبينا ومبعد نتكلم على كذلك مبادرة دروها إذاع الوطنية اللي كان علم في كل بيت كذلك يعني مبادرة جميلة جميلة من خلالها تنمي روح الوطنية واحترام الثوابت الثوابت الأمة ماذا بينا اليوم نتكلموا كيفاش ولدنا يا حل ترى واش رانا نديرو إحنا كافي باش ولدنا يأمنوا يؤمنون بهذا الثوابت هذه ويعرفوا يعني هذا ثابت هذا لا لأنه هذا هو الشيء بالمرات ولدنا معلمناهمش بلاك ما قلنا لهمش بلاي يولدي هذه حاجة ثابتة هذه ما تتغيرش كما والديك والديك رمهنا أصدقائك حاجة أخرى والديك حاجة دوك الثوابت هذه لازم ولدنا يعرفوا يفرقوهم مدبيا الأستاذ حريش أمينة مختصة اجتماعية في شؤون الطفل والأسرة تكلمين على الواقع الاجتماعي الوطنية هذه كيفاش تكون في المجتمع وكيفاش نقدره نربيه ولدنا على هذا شيء وبعد نوصل لك أستاذ لابري لأنه المدرسة هي سيرة بيبينيير هي المشتلة تعهد تعهد الأحاسيس هذه اللي نتكلموا لها من بعد فضلي أستاذ شكرا يا زي تحية لك ونحن في هذا المقام الذي يتسم بروح الوطنية ونحن نتناول الموضوع جدهام هذا الموضوع اللي يهم ولادنا ويهم نحن كذلك كأباء كأمهات نقول أنه الوطنية هي قيمة من القيم الأساسية في أي مجتمع وفي أي وطن ونحن كجزائريين يعني نكبروا على حب الوطن هذا حب الوطن اللي ورثناه اللي عشقناه يا زيد نشوفوا تضحيات أبائنا وأمهاتنا هذه التضحيات تعالآباء والأمهات تعالأجداد تعالمجاهدين تخلينا احنا أحفادهم نتباهوا بهذا كيف ذلك كيف نزرع في أبناء التباهي بحفيدات هنارم حفيدات للا فاطمان سومر أحفاد الأمير عبدالقادر العربي بالنهيدي دي دوش مراد كل أبائنا وأمهاتنا أعقد لطفي يعني شيخ المقارنة شيخ بوعمامة يعني الجزائر حافلة بهذا شيء وياهل تارى رأنا نستثمروا في هذا التاريخ نتاعنا باش ولدنا يكبروا على أسس أسس سليمة لو نديروا مقارنة بسيطة فقط بين الماضي والحاضر نشوفوا أنه في الماضي كان تزرع هاد القيم أكثر من الآن رغم أنه في المنظومة التربوية كان مواد اللي يتكلم نشوفوا مدد التاريخ اللي يتكلموا فيها التربية المدنية التربية المدنية كلها لكن احنا نتوقفوا عن الأسرة دائما نقولوا احنا كأخصائيين في الأسرة أن الأسرة عندها دور هام باعتبارها أول مؤسسة أول مدرسة للتنشية الاجتماعية لازم هاد الأبناء نتواصلوا معهم في كل المجالات نحكيولهم على الثورة التحريرية نحكيولهم على البلد على التضحيات على الحرية على الاستقلال كذلك نشوفوا أنه الإعلام الحمد لله يتناول أفلام لكن نحسوا أنه تكون شرائط وثائقية بسيطة بأسلوب بسيط يفهمها الطفل ما نسوقش فقط الإشهار عن التاريخ ولا نطي مادة إعلامية تليق فقط بالكبار يا زيد مثلا فيم تاريخي ما يكونش فيم تاريخي يفهموا الكبير برك لازم يفهموا الطفل تعرف على سنين خمس سنين ست سنين هذاك المراهق وهذا الأفلام أولا وهذا الشرائط الوثائقية راح كذلك تعزز معلوماته يتعلم كذلك وش لازم لازم أننا نبينه لولادنا أنه هذا الوطن وطن للجميع لأنه ما ننسوش باللي بالمقابل هناك قيوة راية تزرع طاقة سلبية في أبنائنا هذه الطاقة السلبية فرق تسود والله يا يزيد يعني حتى وسائل الإعلام أجنابية تستثمر في أبنائنا عندما نورو لهم فقط النقائص أنا نقول أبنائنا نقوله في كل بلاد في كل وطن كين نقائص كين مشاكل كين عراقيل إلا أنه حب الوطن قالها يزيد في البداية لا يضاهيه أي مشكل حب الوطن ثابت العالم الوطني نشوفوا أنه العالم وشنه هو العالم هو دليل على تضحيات الجسام الألوان الموجودة في الوطن الرموز الرموز كذلك نشوفوا أنه لهذا البلد هذا البلد ما جايش هك إحنا وش نفهم ولادنا نفهموهم إحنا الأخصائيين الأساتذة المدرسة الأسرة نفهموهم أنه في هذا الضك في حياتك رح تتعرض إلى عراقيل بالضبط بالضبط أكيد رح تمر بفترات صعبة كيما بلادنا تمر بفترات إحنا نتأثروا بضبط بضبط صح حبنا لبلادنا لازم يقعد ثابت هذه البلاد إحنا نمددولها لازم يفهموا أبنائنا أنهم مجبارين على آداء مهام لأنه أنت جدك اللي توفى الشهيد والمجاهد وجدك المجاهدة والشهيدة كي أطاتك هذا الجزائر لازم تفهموا أبنائنا أنها آمانة في أعناقكم هذا الحب إذن إحنا وش نقوله لازم نخدمه في الأبناء التاعنا في هذا الجيل في طاقة إيجابية من نروحوش نزرعه في بسكو العديد من يزرع في أذهنهم كذلك نقول أبنائي في مواقع التواصل الاجتماعي هي صح مليح التطور التكنولوجي أبنائي مليح هذا التطور اللي راو يتواكم مع التغير الاجتماعي الحاصل في كل دول العالم والتغير التكنولوجي لكن ما شي وشي مدولكم هنالتو اللي الرقابة الأولياء يا زيد الأولياء عندما ما تراقبش الطفل التاعك اللي راهو فيه سن ست سنوات أو مراهق وتخليه يدخل مواقع في التواصل الاجتماعي الناس تقولوا أنه الوطنية يدخلوا الأمور كما ذكرتها الأمور السياسية أو يدخلوها في الوطنية بالضبط بالضبط الريكوبراسيون هي اللي تعب الوطنية الإنسان كين تيارات كين لازم خاصة الشباب خاصة الشباب والأولياء تنمع أولادهم يفهموا بالليه كين تيارات سياسية كين ديزنتيري كين يعني كل واحد ولكن ولكن كين أشياء ثابتة لا جدالة فيها لا جدالة فيها يعني النشيد الوطني الوطن لا يوجز العالم الوطني تاريخنا هويتنا انتماءنا ما فيهش هدراه يعني خلاص نتكلم تتكلم على السياسة ما تخرج في الوطنية هاتشي مفروق منه لازم المشكلة أنه في الأوينة الأخيرة وصلنا أنه الشباب من تعنا تشجيد أفكارهم يزيد نزرعوا لهم بقيم يعني بلدالة وأفكار خاطئة ولو خلط بين الوطنية والثوابت مع السياسة وكذا يقول لك لا يا ابني بلاد مش مليحة لازم تروح وهذا اللي يخلى لهجرة نقول هجرة أطفال والله يا يزيد ليس فقط هجرة شباب هجرة أطفال من الوطن الحبيب شي مؤسف شي مؤسف جدا صح السبب هنا نقول لك فهذا الحصة نحنا ما نلوموش الأطفال في هذا الحصة نحنا نلومو الوعيين نلومو الأولياء نلومو الناس اللي عندهم وعي البابات الجيران الإعلام الخاوة هادو اللي راهم يغلطوا في حق أبناءنا حتى الأولياء بالمرات نترك ولي أمر عندك مشاكل عندك مشاكل برا اليوم راحت للإدارة ما قدورك شغلك ولا مانش عارف يعني مشيش شرط أنك تدخل للبيت وتقعد تقول هم البلاد معوجة وما قدوري الشغلي وما داروا ليش الإبن لو يشوف هي بابا بقى البلاد معوجة معوجة يعني خليه 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 تربى على القيم والأسس بعد هو يدير حياته يعني بعيدا عن السياسة بعيدا عن كل شيء على التيارات على ريكوبراسيون خليه في التوابت ديله علام في الضار يقولوا يا ابني هاو تاريخك هاو مناش المجد تاع بلادك الناس هذي كي تقرأ تاريخ الجزائر منذ منذ قرون وقرون فيه ما نفتخر به يعني شي جميل بشي شكراً أستاذ لابرين نوردين تسعة وثلاثين سنة في سلك التربية والتعليم إحنا كنا صغار علمونا حتى النشيد الوطني كي نطلعوا الإعلام في الإتدائي ولا كنا نغنيوا بقلوبنا دركها قادر تصيب شاب صغير مشي حافظ ولا بيت ولا ثلاثة ولا ثلاثة من نشيد الوطني عبيك بالمرات أنا نروح بزفل الحفلات وكامل بالمرات تكون في أول نوفمبر خمسة جويلة وينحتفلو نتوقفو نشوف كي يديروا نشيد الوطني شوف ناس ما تغنيش عبيك أنا أنا يوقع لي إحباط يعني نقول وش دخل النشيد الوطني النشيد الوطني ثابت ثابت الأمة هذه لازم تعرفوا على الأقل المقطع الأول على الأقل تعرفوا تعرف شكل يكتبوا شكل يلحنوا ووقتاش تكتب وعلش تكتب يعني شيء رهيب رهيب حتى حتى الأعلام الوطنية أنا كاين دول دول غربية اللي ما كانش بيت ما فيهش علم هما داروا المبادرة في الإدارة الوطنية مع بعض الأطراف هكذا داروا مبادرة واسمها بيت علم في كل بيت وداروا مليون علم مليون علم وقسمهم بو الناس علقوهم وكامل يا حقيقة كي يربح الفريق الوطني الناس قاعدت على الإعلامات بو شيء جميل جميل عن الفريق الوطني ألوان الوطنية وكامل وجزائري ونفتخروا بكل حاجة ما هي لنا دوك حبيت نشوف دور المنظومة التربوية في هذا الباب هذا كيفاش تغرز تغرز هذه القيم هذه بعيدا عن الدماغوجية بعيدا عن الملل لأن الطفل مليح أنه هو مثلا أنت الطفل تدير أشياء باش هو يحبك بشي تقوله يحبني بالسيف يعني دير أشياء كيفاش المنظومة التربوية تحبب هذا الوطن وتحبب هذا التوابط هذه للطفل شكرا سيازيد يحضرني تحضرني مقولة أو جزء من بيت شعري ليقولك بلادي عزيزتون بلادي وإن جارة عالية عزيزتون جميل 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 يعني بش ترونشيني يعني بلادي حتى ولو حسيت شعرت اللي بلادي ما تطنيش حقي بضل بضل وظلمتني وجارة عالية لكن تبقى عزيزة بضل بضل ودائما هنا شكرا هنا خلينا نفهم ما معنى المواطنة المواطنة هو باختصار جدا الوطنية خاصة لا مواطنة والوطنية نعم نربطهم فيها ارتباط كان ارتباط كان ارتباط الوطنية هي جزء من المواطنة هو الأساس المواطنة وبالتالي هي الولاء الولاء الالرجانس 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 أنا أنا وما أملك وكل ما أملك أنا أنتمي أنا أنتمي للرجانس أنتمي إلى هذا الوطن إلى هذه الأرض ولكن موش الأرض الجوغرافية هذه يعني أرض هذه بتمش كثير وإنما الأرض المعنوية أنا أشعر بأن لي وطنا بأن هذا الوطن عنده تاريخ هذا الوطن عنده جذور هذا الوطن عنده ناس قبلنا ضحاوا من أجله واستشهدوا وماتوا من أجله منذ العصور الأولى الثورة التحليلية كانت هي الختام حرس الحدود تسيبوا الشاب في الخدمة الوطنية في عمره 22 سنة في الخدمة الوطنية تسيبوا حارس حدود في أقصى في أقصى الجنوب والأقصى الشرق والأقصى الغرب وتسيبوا واقف على بلده يعني عندنا عندنا مرتفع يعني هذا الشيء هذا اللي يخلينا يخلينا عندنا عمل في بلدنا هو الشعور أيضا والإيمان الشعور والإيمان والاعتقاد والإيمان الراسخ بأنني بأن أنا أنتمي إلى هذا الوطن الذي فيه مميزات اللي خليني نتميز عن الدول والشعور والأخرى والتاريخ وكامل هو الشيء اللي خليني نكون جزائري وش هو الشيء اللي خليني نكون أنا جزائري هي الثوابت كما تفضل بضط عندنا ثوابت عندنا مراجع هذه المراجع تصبح ثوابت هذه الثوابت لا يحق لأحدين أن يمسوسها وأنا الدافع موش غير من لا يحق هكذا وإنما أنا أدافع أدافع على هذه الثوابت وأحارب كل من يمسو هذه الثوابت ميش كثيرة ثوابت ثلاثة والأربعة ثوابت هي أنني أنا عندي تاريخ أجدادي يقول لهم الأمازيغ يعني عندي بعد أمازيغي وأفتخر بأمازيغيتي والهوية هذا من ثوابت الأمة أحنا مسلمين أحنا أنا أدافع عن الإسلام في بلادي واللي يمس الإسلام في بلادي كما اللي يمس الأمازيغية ما نتفهمش معاه وندفع كذلك عروبتي العروباً تاعي هذه من الثوابت كذلك الثورة التحريرية والاستشهاد والدماء اللي سالت من أجل أن تتحرر الجزائر هذه كذلك من الثوابت لا يحق لأي أن يمسى ذلك السهداء رحمه الله علينا دين عليهم وإحنا من حراسي القيم اللي ماتوا من أجلها هذا هو الوطنية هذا الشعور أنا أحبت نعرف كيفاش في المدرسة المدرسة كيفاش تغرس هاتشي يعني في الطفل نعم نعم إحنا هذا الدور تغرس هذه القيم ومش غير على تعتق المدرسة ولكن المدرسة هو الفضاء هو الفضاء يبدأ يفكر يبدأ هو الفضاء الأساسي يبدأ نعم هو الفضاء الأساسي والأساس لباش نغرس هذه الأمور أنا دائما أنا دائما نقول لا يجب أو لا تفيد الخطب الجوفاء والشعارات الفارغة هذه لا تفيد دائما وإنما لابد من الملموس الطفل انتعنا باش نغرس فيه هذه الأمور لازم يشوف لازم يلمس لازم يسمع مثلا الأعياد الوطنية الطريقة اللي رأي تصير فيها هنا عندنا أنا ما نشي موافقها في كل مناسبة وطنية أو نوفمبر أو 5 جولياء أو 9 مارس تلقى مجموعة من المجاهدين أو السلطات المحلية رب يطول في عمرهم المجاهدين تاوعنا يتلقى وخمستاش عشرين واحد ويحطوا باقة من الظهور ويقرروا الفتحة على سهدائنا على أرواح سهدائنا الأبرار هذا بارك الله فيهم لكن أنا وانا نقول لهم لأنني أنا دائما معهم وأقدر ما قاموا به نقول لهم لا نقول لهم أنا ماذا بي نشوف أفواج من التلاميذ احنا معاكم بضضب في الساحة هذيك نجيبوهم ويدخلوا يشوف إذن بهذا الأمور بالملو في أقسامنا في المدارس بطبيعة الحال البرامج تعوزار التربية تهدف إلى غرس هذه القيم القيم الوطنية وحب الوطنية هذه موجودة في التاريخ في اللغة حتى في اللغة النصوص اللي نعتمد عليها وعلى غرار على غرار دروس كذلك كين دي براتيك يعني رفع العلم يعني هذه كين أشياء عرض أفلام وثائقية صورية ويكون فيها نقاش نعم مش دائما مش في كل حالات ولكن بالمرات نقوله على باله على باله لكن لازم باش يشعر باش تتمكن فيه لازم يشوف لأن الصورة تأثر تلما تشوف الفيلم العربي بالمهيدي وتشوف ماذا عنه وتشوف العاقية لطفة كريم بالقاسم عميروش وأفلامهم جيد يعني لما يشوف العباط أيضا الجي معركة الجزائر عبرك الأفلام هذول اللي دارهم في الأوينة الأخيرة مفيدة جدا شيء رائع رائع لأنه تدوين التاريخ عبر الأفلام عبر الكتب هي مسؤولية الجميع لأنه هي كما تفضلت أستاذة وقالت هم الأشياء اللي يتباهى بها الجيل صح قال أنا ابن الأمير عبدالقادر أنا ابن الشيخ بعماما أنا ابن العربي بن مهيدي ابن الشيخ المقراني ابن فاطمان سومر يعني يتباهى بالتاريخ نتعوه إحنا مثلا الدول كما أمريكا الشمالية ولا كع كي بدأوا يهضروا وكم يقولون التاريخ تاك ومتباهوا وقتاش بدأوا معكم فهمتني جديد يعني يقولون تاريخ تاك بدأ البارح ما عندك حتوى وجود معي إحنا التاريخ عارق عارق والجزائر من أقدم العواصم في العالم يعني التاريخها معروف والانتماءتها معروف يعني حتى حتى الدرك عندنا باش نتباهاه يعني جميل وهناك بعض بعض المواطنين يعني كل حال أمزية مش كثيرين كما تفضلت أيضا دائما يخلطوا ما بين مثلا أخطاء أشخاص دخل الوطن الواحد أشخاص يقومون بأخطاء ربما مسؤولين عندهم مسؤولية في إدارات أو مسؤولين كذا فتلقاه يسخط على الوطن كله يكره الوطن ويكره لا ملازمش ملازمش أن نخلب لازم تفصل نعم لازم نفصل هذا شخص أخطاء هذه إدارة قاعدت معك إدارة كان الرشوة كان الظلم موجود هذا ولكن هذا مجد هذا مجد دخلوا مع وطني مع بلادي مع تربية ولادي مع تربية مرات ولادي هم يشوفوا فيك يعني ملازمش تعطي لهم هذك هذك لما الفي لما الفي لما الفي لما ركش عايش مليح لك رك كارح عندك يعني شيء مهم يلازم سياس يزيد كل واحد حدي اللي يقول أنا وطني حقيقة هو أن يدافع عن بلاده خاصة في الخارج يكون سفير لبلاده في الخارج للا هم الجزائريين باش نقول لك حاجة أنا سافرت هذا هذه ظاهرة في الجزائر هذا مكسب إلا هدرت على الجزائر وقدر يروح معك بعيد هذا مكسب هذا مكسب وتذكرت مثال ولو مثال واحد ناس يقول كله لنجسال سو لابون فامي بيناتنا مشي مش على برا وهذا شيء جميل يعني سوف إذا أنا أنا منتفقش مع الإنسان اللي يقول لك اليوم ولدنا منسو الوطن تحوم مشي متشبعين بالروح الوطنية أنا هذي من منش بها بسعر لازمهم 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 سبب نرجعوا باش يقنع حتى كي ناقش ناس باش يقنع كما تفضلت قلت من التاريخ القديم من التضحيات من الشخصيات الأمير مقاومة الأمير عبدالقادر المقراني والحركة الوطنية الناس كيف اصدحت بحياتها بشبابها إلى الثورة التحريرية المجيدة لأصبحت عالمية طبط على مرحة عالمية نعم هذه خلينا هذه لازم يقراوها لازم لازم تبجيه ما لازمش الخلط الخلط مع التيارات والسياسة والجمعيات السياسية هذه الثوابت لازم نربي ولدنا على الثوابت بعد كي يكبر اختياره عنده الاختيار عنده لسيفيزم دياله عنده لزاكت سيفي يكتعه يديرهم يديرهم بعد لازم يمارس الحقوق والواجبات هذه تدخل فيها الحقوق والواجبات هذه تدخل فيها الحقوق والواجبات بارك في دخل دخل الوطن والحقوق والواجبات كما تفضلت الدكتورة في العصر وين ظهرت بعض الأمور اللي خلات حقوق الإنسان تتفشى الديمقراطية هذه السليب في الحياة احنا نتبنوها معليس ديمقراطية حقوق الإنسان حرية التعبير هذه حاجة قيم هذه قيم إنسانية نبس بها ولكن حرية التعبير ليس معناه تمثل وطن تاك والتاريخ تاك الديمقراطية مش معناه فوضى وتخلط وقل واش تحب ودير واش تحب أبدا دير الديمقراطية على روحك نتشاوره معليس دير السياسة وعطيه رأيك ولو كان رأي مخالف للنظام أو للسلطة أو لراويسي معليس نقبله تنتهي حريتي لما تبدأ حرية الغير حرية الغير نختلف في السياسة في السياسة في السياسة شؤون الوطن قد نختلف لأن هناك أساليب مكاش أسلوب واحد في كل بلدان العالم في أساليب قد نختلف لكن منمش الوطن منمش الجزائر منمش مصالح الجزائر في الداخل وفي الخارج نختلفه كيفاش نسيره طريقة كماش نمصله إلى التنمية الرشيدة إلى كذا ولكن ما تمسليش شكرا أنت حر أيها الصحافي ودورك مهم ونبيل لكن ما واش معنا عندك حرية التعليم نتوش با موبيي كيما يقول نتوش با موبيي لا تمس وطني شكرا 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 حبينا نستاذفوك معنا حبينا نعرفو كيفاش أولادك ولا أحفادك يا هل ترى المواطنة هذي هذي القيم هذو توابط يعني كيفاش تزرحهم فيهم كيفاش تعلمهم يحبوا العلام كيفاش يحبوا البلاد كيفاش يفرقوا كيفاش يفرقوا بين السياسة والتيارات هذو والوطنية يعني كيفاش يحب بلاده فضل استاذ إزاد فضلك أنا حبيت نقول الجيل هذا نقولولي يحب الوطن هذا ما ره مسلف ما ره مكري ما يتشرع خطر هاد شي هذا مغروس مغروس في الإنسان يعني فينا احنا كبيرا كنا نهضرو ولكن لازم بالمرأة تسببها بشيبان بشيبان كمان بعد مدامين نهضرو هدرنا مقبيرا لما لحمة أم درمان مثلا والناس تخلعت يعني الجزائر كلها نضط ذنك فينا كامل ولكن كيفاش نغرسوه في ولادنا كي يكونوا صغار وكامل كيفاش نعلمهم هذي حدي كول كبير احنا الجيل تانو عيش اللي استعمار الجيل هذا الحمدولي الله كيما قلت كيفاك صبها كيما قلت الحمدولي الله كيما قلت والناس وقفا معه بضب حاجة واحدة اللي ما يسمحوش فيه خط الإنسان يقدر يغلط بسخيسة بإنسان يوجهه يعود يولي بضبط هذي وخاصة يكون إنسان قريب له ويحبه ويثق فيه يعتقص هذا هو دوك احنا كيما قلت اليوم بعدنا وجبدنا على ولادنا كل واحد يحكموليده وينصحو ماناشو نقولو يتضربو ماناشو نقولو يشمت فيه يوسيه واشوه غري يوجهو برك أنا نقول ما تقدرش تضربوليدك على حاجة ما علمتهلوش ما علمتهلوش وحتالوك أنتا ما تعلمتهش بضب جرب بش أنتا تعلمها ولا لا لا بالضبط عندك علامة في الدار ماناشو عندي علامة عندي علامات عندي علامات حديث كوال كبير أنا أبلك حبيتنا نقول الجيل هذا إحنا كنا قدكم كنا صور في وقت الاستعمار ما يباري ما رفدنا السلح خطر كنا صور سحرف رفدنا العلام بضب جميل 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 رفدنا العلام وجرام ورانا ليبارا جرام ورانا يعني الدنيا وخدينا خدينا المطرك خدينا المطرك في سبيل بلدنا والحمد لله الحمد لله الحمد لله خطر إحنا ما درنا أولو بالنسبة للناس اللي جاهدوا في سبيل الله سمحوا سمحوا في الدعي والمدعي بالضبط بالضبط الحمد لله نقوله الحمد والشكر لله كما قد عشنا الاستعمار قبل جيت الاستعمار عشنا بلدنا عشنا في حريتنا ووجهونا احنا يا حديد كو الكبير انا نشفى في وقت الاستعمار كانوا اللي زي كله تسمى كولونيال المدارس الاستعمارية الاستعمارية واش يعلمونا يعلمونا نغنيو نشيدتا افرنسا انا مرسيز بكري كانت ونرفعوا العالم الفرنساوي انا مرة والله هادي والله غير نحكيها واحد النهار كنت هكذا كنت صغير كنت صغير ونتكلم على الوالد انتعي ونسمع حكذا وكتلوا بابا كيفش دير نشي تاع فرنسا لمرسيز هذا قال لي حبيتني اغنيه ولكن يعني جاتوا عبرك اللي عاشوا الاستعمار كانوا صغار ما بشيخ كان صغيرش فيه في الاستعمار يعني جاتوا حاجة كيفش نغنيك لمرسيز هادي انسا يعني باش تشوف الجزائري اللي عاش هذيك الفترة تا الاستعمار كيفش متعلق ببلاده بالنشيد تاع بلاده بالوطنية تاع بلاده وكيفش يعني هدية اللي حبينها تكون في ولادنا احنا انهم يحبوا بلادهم اوبجيكتيف ما وهدي حتي الكول كبير علاش كانوا حتى والدينا احنا يوم والدينا كانوا متعصبين ما تقدر اقدر درجعوا عشو القهر عشو القهر عشو القهر عشو القهر عشو بضبط بضبط حتى ولوكي ما قلت ما يحبوهمش وساعه ساعه احنا نمدوا دنينا حشاك نخطفوا منهم واش هو واحد اللي استعمار الخطر احنا صغار بالضبط 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 ما نقدروش نانا لدينا والدينا كانوا ما يهدروش على الحواجب مش ميح قدام ولادهم ما يهدروش بالضبط انا عمري ما شفت والدي ايه يدوسوا عمري 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 شو فهدي يعني انا نجبل لك حكاية صراتي لي انا رايح المدرسة صبت مرسو تاع البلاتر ابق البلاتر بتكتب به ايه الجب شغل طباش تكتب به البلاتر حاكمو نكتب فيفلو فعلان فيفلو جي بي ارام نكتب في الارض يجي واحد سبنيولي قولو طوراس علش مكتبش فيفلو الجيري لا لا احنا هذا كل وقت كنا عندنا كنا كنا في استعمار كنا لجي بيارة هي لجيري اه اه الجوورنمون بروفيزواري بروفيزواري كان هو ولا فهلا لا 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 هذا سؤال بسيط يعني مش مش نه ولا فهلا قلت لك احبس بسيارة تعوم ورا يا هكذا انا هربي العالمين مهربتلوش هكذا عاوتوليت مارشاريار وترق ديقة في البيارة ديك مقدرش اللحق مقدرش دور ديقة ترق كي حبطوا عم بلونيران اندي سيني كي شفك صغير ايه صغير كي قرى في الفين فيولوجيك قالي اتنتي فورسي سوار اتنتي فورسي سوار انا البك الهربة الخوف هرب كان واحد شافني ووصلها اللي يم الله يرحمها رح لها قال يشوفي اوليدك واشدار 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 قال اديه قدام طوريس ودربه وقل له صغير ما يعرفش ما يعرفش يعني اخي يا زيت ما تقولوا الله يرحمهم يرحمهم بسعادة كما قلت كانت عندهم هذيك السجاعة السجاعة هذيك ما فرطوش فيها حتى مستعمرين بسعادة 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 يعني بسعادة 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 جميل 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 امام المستعمر سيزيد باش نكمله ربما هذا المستعمر الفرنسوي المدخل في الف وثمانمائة وثلاثين بذل تخلوا بدا بالوقت عامين ثلاثة توسع على المستوى الوطني واخذ الارض الجزائرية خلاص توطن في الارض الجزائرية لكن داروا مخطط استيطان الاستيطان كولونيزازيون ولكن داروا مخطط قالوا شوف احنا دينا الارض وهذه عملية سهلة لأننا كانوا اقوى رغم المقاومة على الامير وما جاء بعدها لكن قال لك لابد باش نبقى هنا ويكون الاستعمار كامل لابد من تجريد هذا الشعب من الثوابة من دينه من تاريخه من لغته من اصالته ومن حبه لهذه الارض قالوا لازم نقضيه على ولهذا فكرني الشيخ بارك الله فيه كانوا يعلموا كانوا يدخلوا الولاد صغار تعالجزائرين المدرس ويعلموهم يغرسوا فيهم الغالط وقلوا لهم البلو بلون روج الأزرق والأبيض والأحمر هل والعالم اللغات تحكم هي فرصوية المارسياز هو النشيد الوطني التاريخ نوزون ساتر اللي قولوا اجدادنا الغولمسي اجدادنا الأمازيغ ويغورة جدودنا كيفاش بالاعتقاد تنتعهم بزيتي ديتونس يعني ما قدروا لهم ما قدروا لهم باش شوف هذا هو الشي اللي حبيتنا وصلوه حنا الجيل تعدوك باش يقولوا لهم باللي الثوابت انتعكم هادوهما يعني تفضل كي ما قلت في تاريخ باش يسقموه واش يقولوه عبد القادر الأمير الله يرحمه الله مساء عبد القادر لامير دي فرنسي بسك بسك حديث كل كبير حديث كل كبير بارسين ما قد قلت انت يا الأمير لامير دي فرنسي عليش نفيته لسوريا بالضبط بالضبط امير عمره سجنو في انغواز ومشيرها بارسوري ومشيرها بارسوري لفاسهم التاريخي كتبوه كيم يحبوه احنا على بنا بالمقامة انتعنا وعلى بنا احنا شئران هنا باش ماذا بنا نحسوا الأولياء باش يوصلوا لولادهم كيفاش الجزيار كيفاش جدودنا كيفاش قوموا على هذه البلاد كيفاش ماتوا عليها كيفاش باش باش أولادنا يفرقوا بين الثوابت وبين السياسة والتيارات وهدو ولكن ثوابت الأمة الوطنة وكامل راهوا شي مفروق منو وبلادنا نموتوا عليها ويجرب شرب مراتكم في الخارج واحد يتكلم مع الجزيار كيتشوف هذيك النار هذيك تعال فيك تعال ديك يا روح الوطنية إن شاء الله تكون فيكم دايما باش نخدموا بلدنا ودايما بلدنا تكون في القمم إن شاء الله تكونوا يسفتوا معنا من هاد الحصة الخاصة بالوطنية وثوابت الأمة تقدروا توصلوا معنا عبر موقع الانترنت ولادنا تحتج نحنا بوان كوم ولا صفحة الفيسبوك ولادنا تحتج نحنا سلام من حقنا نغرس نتعلم حتى ننجح نبدو مجودا نحن نريد طلب العلم لننفع أهلنا ولا بلدا نحب الجرية في كل مكان حق الرعب يزيدنا فرحة وكذا إلاجنا بالمجال حتى ننعم بالصحة من حق الطفولة صحة علم وحب وحنا لا مقبولة ولا مدلولة فلعب تحيا بسلم وأمان نفوسنا عنها مسؤولة حقها واجب مهما كان نفوسنا عنها مسؤولة حقها واجب مهما كان